فإن قوله رحمه الله من أحرم الفرض ثم قلبه نفلا أي مطلقا يحمل على النفل المطلق حتى يتسخ مع ما تقدم صح وبه يعلم أن نقل الفرض من فرض معين إلى فرض معين لا يصح وهذه السورة الأولى الصورة الثانية نقل نية الصلاة من فرض إلى نية نفل مقيد لا يصح فهذه صور ثلاثة ويمكن أن نجملها الصورة الأولى من معين إلى معين سواء كان فرضا أو نفلا يصح أو لا يصح لا يصح الصورة الثانية والحالة الثانية من النقل من معين إلى مطلق يصح الصورة الثالثة من مطلق إلى معين فرضا أو نفلا لا يصح ترجمة نانسي قنقر